وضعت مدينة بجنوب غرب الصين عقوبة مبتكرة لمرتكبي المخالفات المرورية في البلاد والتي تطيح لهم فرصة الاعتراف بالمخالفة المرورية التي تم ارتكابها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل علني مقابل اعفائهم من الغرامة المالية وبحسب ما ذكرته صحيفة الشعب الصينية بداية من الأسبوع الجاري يمكن لأولئك الذين يرتكبون مخالفات مرورية لأول مرة ككسر اشارات المرور ان يختاروا الاعتراف بخطائهم على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بشرط جمعي ما لايقل عن عشرين تعليقا من الاصدقاء وبالتالي يتم اعفاؤهم من تنفيذ الغرامة المالية عليهم